الحقيقة كانت مبارح كان فيه توجيهات لسيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي موسطة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي لأنها بكل تأكيد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ده بالتأكيد يا جمانا كمان كان فيه توجيهات لسيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس بالبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة يأتي استكمالا لقصة نجاح في الحقيقة خضتها مصر في إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعيين للأسمدة الفوسفاتية والمركبة والأسمدة أيضا الأزوتية بالعين السخنة خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية تطوير منظومة إنتاج الأسمدة وتوطنها في مصر من خلال ضفنا الكريم اللي نورنا فيها للستوديو الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراع الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الولاسية والتكنولوجيا الحيوية بجمعة مدينة السادات صباح الخير يا دكتور الموضوع الحالكة كان فيه يعمل نقل نوعية الصناعة الأسمدة في الشركة الأوسط نحن أول مرة عندنا مشاريع من سماية ميجا بروجيك في القطاع الصناعي الصناعي الزراعي يعني وده استكمالا إذا محرك أشهرت كده عندنا محلتين تم مقبل كده صحيح مرحلة كانت في مارس اللي فات مارس 26 كان عندنا ده تفتاح المجمع الصناعي ومحلة تانية من صناعات الأسمدة احنا وولد ليدنج فيه خام فسوات مصر تعتبر المغرب فعندنا خام فسوات كنا بنصدره خام جما هو كده للهند والهند تصنعه وتردونا تاني سوبر فسوات أو حمض السوري وكان ده بأعتقد بيخلينا يعني نفقد كتير من المهودة الخام الخاصة بينا الاتفاليو فيها 400% يعني في القطاع الصناعات الأسمدة مصر ما عملت الخطوة دي احنا كأننا عملنا ربما من فرمية بروفت من الخام ده نصنعه يبقى سوبر فسوات أحادي أو سلاسي عظمنا الاستفادة من الخام احنا ما عملتش الكلام ده من سنة 68 يعني أول مصنع فسوات أونشاق ومصر كانت 68 ما عملنا شاني مع صناع بعديه اللي هو كان مجمع الفسوات تانيكا حمالي والكان انتجاته بمحدودة قوي قد الرقعة الزراعية أو تالي كانت موجودة في السنة وسبعينات مع التوسع والإكستانشن في القادة الزراعية اللي حراك شايفة هدلوقتي ماكروب متنون وصة تمليون فلان يبقى لازم يكون عندنا مصدر شورس وطني نعتمد عليه عشان نعمل إكسبانشن للمراحل بتاع الزراعية دي التوسع يقدر يخلني عند صناعة وطنية وقدر عم اكتفاء ذاتي من أسمدها المجمع الصناعي التاني واللي لازم مصرين يعرفه وانا بشكر حراك وجمانا على ان انتو بتركوا الضوء على مشاريع وطنية زي لازم المواطن المصري يعرف ان قادة السياسية بتعمل صناعات وطنية دي احنا المصنع التاني مش عارف حراك عارف العنوان دي هلأ هم نصدر ستة وخمسين دولة صحيح من مجمع الصناعي التاني بده يدخل عملة صعبة كل دول أفريقية محتاجها للمصنع دي المنافسين لدينا في الشكر أوسط مافيش من نوعي دي من الأسمدها إلا المغرب لانها عندها مخزون كبير قوي من الفلسوات يوم من أكبر الدول عالميا في خام الفلسوات فهي اللي بتنفذنا كلها في الفلسوات بس إنها في الأزرطية والمركبة احنا موازين جدا في الميديل إيست إرية التانية ودي اللي مهمة إن أي حد جاي يعمل ميجا بوشتك في المشاريع الزراعية بيسأل في مياه وفي أسمده ولا في الدولة داخل بدها مستورد إن لو أنا جاي مشتسمة ليستسطح مثلا معاك 200-300 ألف الدين بيسأل لما أعمل ببيفوت سيستم الأسمدها استولدها ولا الدولة بتوفرها فالمشاريع دي تخلي مشتسمة القطاع الزراعية في الفترة اللي جاءت 10-20 جايين بما إن مصر بقى فيها صناعة وطنية لأي دريج يستسمره بقوة وبعملة محلية فكده منفل كل مستلزمات النجاة النقطة لإن أنا أنا بشجع بنشر الدولة تعملها كمان إحنا عايزين مجمع لصناعة الأسمدها الحيوية لإن مصر لا تخش في زراعة الأورجانيك ومش الكيميوية إنمور يعني إحنا ممكن نصنع أسمدها دي يعني فيه فقر كبير أو في أفراقيا أو في خمسين دولة بيعانوا ما عندهمش نبكية لأسمدها الزوتية ولا أسمدها مركبة ولا فسوتية إحنا ممكن يبعدين عملة صعبة من ناتج الأسمدها دي بس ممكن نعمل مصنع في نفس العين السخنة مصنع الأسمدها الحيوية يجاب أو يعوض النقص بتاع الأسمدها الحيوية دي اللي منجابها من أوروب طيب إحنا ليه عندنا هذا النقص يا دكتور؟ إن إحنا التوجه للزراع الأورجانيك تم من آخر سنتين بس وعشان مصر دخل عملة صعبة من الخضار وفاكة الأورجانيك اللي تكون عندها برضو مجمع صناعة أسمدها حيوية مصرية وإحنا عندنا في الجامعة إحنا بيت خبرة كبير جدا وبنده نفيد اللي كانت صنع القرار في مصر إنها السمات قليلة جدا بس بروفت عالي قوي يعني بروفت دي يوصل لتونمائة في المية يعني إن كنا الضعف اللي بيحصل من الأسفل الأزويتائي الضعف كمية الثانية لو أنت بتصدر عنب أورجانيك في مصر وإحنا ملوك العنب البطاطس البسط وتقول لتحاد أوروبي أنا عندي مصنع أسمدها حيوية في مصر وصنعها وطنية ولازم الجيش هو اللي يعمل عشان فيه انضباط فيه انضباط في الصناعة دي كمان ويقدر يعمل إكستانشن كبير قوي لأراضي الدلت الأدينة والأراضي المستصلحة تتحول كلها أورجانيك إحنا كنا نعملين دراس الجدوى وأنا بقدامها برضو للرئيس سيسي مبادرة عندنا من الجامعة إن لو عندنا مليون فدان بتسجل أورجانيك أورجانيك سيرتفائي دا يوفر عملة صعبة في مصر 36 مليار دولار قد داخل نقاط سويس ستة مرات 36 مليار دولار لو عندنا مليون فدان أورجانيك وليتحقق في مصر فعرض الرئيس سيسي عندنا مشاريع غير مسبوقة في الزراعة عندنا يعني حركة لك تتخيل لو حاولنا مستقبل مصر أو غيرها من المشابية القومية الكبرى اللي موجودة جزء منها عندنا خمس مشروع كبار أولي صحيح عندنا جانة مستقبل مصر دا ما يكون من حوالي داخل نهار دا عمليون وثونمائة ألف الدان مليون وثونمائة جانة مصر كوات دفاع الجو يجب أن نحييهم بيعملهم بضرحة الوقاوي لستة مئة وثمائة وثمائين ألف الدان بمشروع فتوشكا خمس مئة وخمسة ألف الدان نخيل صحيح نخيل دا لو أورجانيك وهو مجدول وبرحي وبالمواصفة الجيدة أولي احنا نبقى ملوك الطمور في العالم بس يكون أورجانيك ما يكونش كماوي عندنا مشروع كبير جدا عملاق ومفهول انتوا تغطوه كمان إعلاميا مشروع سمئة ألف صوبة فل دا يوفر للمصريين خضار أورجانيك مية في المية صحيح وانا كنت دايما وحتى أقول الطلاب في الجامعة أنا بشير الكلمة من حق المواطن المصري يأكل أورجانيك زي المواطن الأوروبي صحيح دي من مية ألف صوبة التانية الزراعة الحيوية هي نظام متكامل لحاجة سستنة والمستدامة فمن حق المصريين ما يكلوش تاني اسمي دا ومبداد كماوي اللي احنا ممكن نصدر ديه دخل عملا صعبة ونقدر نعلم المزارعين وانسين الجداد التوجي أو نيو أبروش في الزراعة حدرتك موجود ما أنا حدرتك قدمت بالكلمسورة أو يعني التصور مبدئي لهذا المشروع ايه المتطلبات اللي احنا محتاجين حدرتك كلمت في التحديات وليه احنا ما عندناش مصارع للأسئلة قد يكون احنا ملقك من لسه قنون زراعة حيواجه ما أنا بقلوه سنتين بس من يناير عشرين فلسه احنا داخلين في زراعة وكان بالقنون دا لو طلع من برامان المصري فهنلسه لولاحتين في زي لسه لسه نحن حداث في الموضوع قوي ما ان احنا مصر تمتلك مقاومات كبيرة جدا اما حكي حركة مثلا احنا ملوك البطاطس في الشركة الاوسط كله التحدي الوريب يعتمد على مصر بالبطاطس طبعا لا احنا فتحنا اسواق جديدة بمتجهات زرعية جديدة لو اسأل حضرتك سؤال مباشر طلبات حضرتك ايه او المتطالبات اللي احنا محتاجين المجمع الصناعي ده يعني شو المجمع الصناعي بتاع امباري كان عامتين خمس و ثمين فدان المجمع الصناعي ده ما عديش تلاتين فدان بس يغطي مصر كله واستثمارات بنكلم في تلاتين فدان يعني بنكلم في ربعة تقريبا المجمع الثاني او خمس المكان والبروفيتشير او فكرة النسبة اعلى عالي جدا ده كانت تكون الضعف وده تفكير اوتوفزابوكس خارج السندوق للزراعة المصرية يعني تخيل ان معدنا في الاراضي الدلتا اسميدة حيوية متخطصة للدلتا التانية موزات الزراعة الحيوية عن الزراعة كيموية احنا شوفين احنا بتنجابك تغير مناخي كبير قوي الاسميدة الكوية متخلينش نباتي تتحمل ايجاد الحراري ده بالعكس ساعة تزاود المروح اللي قصوده ان ده ابروتش حلو قوي اللي احنا بنعمله وبعدنا مجموعة صناعية بالذات الاراضي المستصلحة انها فقيرة جدا في الاسميدة الزرطية والفسويتية انها اراضي دلتا لابد من الاسميدة حيوية مهمة جدا يعني اراضي المستصلحة لابد نعمل مجموعة الصناعية المميزة دي لو من غيرها احنا بنعافش نصلح ارض في الصحراء انها ارض فقيرة لسه ارض رملية فقيرة في عاصرة السمادية ما فيش نتروسيين ما فيش فسفور في جوبوتاسيام. فهذا بنعمل مع مصر العقل بنعملها دلوقتي. ان يدول 3-4 مليون فدان يا جمانة كبيرة. رقم كبير في مصر. يعني نصف المساحة المنزلعة في مصر. احنا نصلحنا في اخر 4 سنين. وده مشروعات كبيرة غير مسبوقة في عادة الرئيس سيسي. بس في ارض الدلتة دول مكروب من 6 مليون فدان. عايزة نوعية معينة من اسميدة التجابة التغاية المناخية. ده بدن اسميدة حيوية. زي ما كانوا مصرين بيعملوا زمان. احنا كنا ملوك القطن زم وبنصدى الانجترة بدون اي مكروب في التريض. التالتة ودي المهمة اوي. ودي ده دور الجامعات. ان لازم عندنا. كليات الزراعة الحيوية. يعني اول كليات زراعة حيوية. موجودة في جامعة خاصة. انا عايز كليات الحكومية. وجامعة الاليه بقى فيها كليات زراعة حيوية. طلع خليجيين لشؤول عمل. يواجبوا التطور او الجاب اللي موجودة. هل كليات فقط يا دكتور ولا بحث علمي ايضا. البحث العلمي ايضا. احنا عندنا. لا احنا شطار في البحث العلمي في الزراعة الحيوية. بنونشور كثير جدا. وعندنا مدازة راسينا جدا في الجامعات. ده بس بص الدكتور اللي هو بص جرادويت السودين اللي هما ما يشيروا الدكتوراه. لانا بكلم على الطلاب اندر جادويت. يعني انطلع بكاليو الزراعة حيوية. والطالب يدرس كل العلوم اللي انها مجال صعب شوية في الدراسة. ان الطالب يدرس يجي 12 علم مرة بعد وبيطلع لسؤول عمل. نعم. متكامل. انما اللي بكلم على حراكة. لو اللي ح احنا نحيك لهذا الطرح. ونتمنى انه يعني يتم النظر فيه. لانه زي ما حديد تتكلم هو النتائج المستهدفة منه هيلة وكبيرة جدا. بشكر حديد جزيل. شكر طبعا دكتور محمد فتحي سالم. واستاذ الزراعة الحيوية. بمعهد بحوث الهندسة الورثية والتكنولوجيا الحيوية. عفوا بجماعة السادات. نورتين يا فانوش. شكرا. شكرا لك يا دكتور. شكرا. شكرا لك يا دكتور. شكرا. شكرا. شكرا.